إلى البرصة المصرية حيث تبينت مؤشراتها بختامة عاملات اليوم حيث تراجع المؤشر الرئيسي بدغوط هبوط أسهم قيادية في حين ارتفع مؤشر EGX70 و EGX100 وتراجع رأس المال السوقي بنحو 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 664 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10,014 نقطة وأغلق عند 9,981 نقطة منخفضاً بنسبة 34 من مئة بالمئة فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1,837 نقطة وأغلق عند مستوى 1,854 نقطة مرتفعاً بنسبة 92 من مئة في المئة كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2,725 نقطة ليغلق عند مستوى 2,742 نقطة مرتفعاً بنسبة 62 من مئة بالمئة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعر العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و 70 قرشاً للشراء و 18 جنيه و 77 قرشاً للبيع في حين سجل اليورو 19 جنيه و 53 قرشاً للشراء و 19 جنيه و 61 قرشاً للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و 58 قرشاً للشراء و 22 جنيه و 67 قرشاً للبيع بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه فقد وصلت قيمة الدرهم الأمرطي إلى 5 جنيهات و 9 قرشاً للشراء و 5 جنيه و 11 قرشاً للبيع في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيه و 98 قرشاً للشراء و 5 جنيه بالنسبة للبيع